المحاسبة عن تكاليف أجور العمل طرق حساب الأجور أجور العمل بالتأكيد طبعا كيف يمكن حساب الأجور؟ بعدة طرق الطريقة الأولى وهي حساب الأجر على أساس الزمن الأجر الزمني الطريقة الثانية وهي حساب الأجر على أساس الإنتاج يعني الأجر بالقطعة الطريقة الثالثة وهي حساب الأجر على أساس الوقت المعياري لإنتاج الوحدة البند الرابع وهو المعالجة المحاسبية لأجور العمل هنشوف كل طريقة وكيف يتم احتساب الأجور على أساسها الطريقة الأولى وهي طريقة حساب الأجر على أساس الزمن أو ما يسمى بالأجر الزمني حيث تقوم المنشأة وفقا لطريقة الأجر الزمني أيها شوف هنا قال لي إيش طريقة الأجر الزمني بتحديد معدل الأجر في الساعة إذن على ماذا تقوم هذه الطريقة؟ على تحديد معدل الأجر إيش في الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر إذن كلها إيش؟ أمور زمنية اللي هي الساعة يوم أسبوع شهر نستكمل ليتم حساب الأجر على أساس الوقت الذي يقضيه العامل داخل منشأة مضروبا في معدل الأجر وذلك دون أي اعتبار لكمية الإنتاج يعني سواء أنتج العامل وحدة واحدة أو أنتج ألف وحدة فإنه سوف يتقاضى أجره على أساس الوقت الذي يقضيه نستكمل دون أي اعتبار لكمية الإنتاج التي أنتجها العامل في ذلك الوقت وفي حالة العمل أوقات إضافية تزيد عن الساعات المحددة للعمل فإن العامل يتقاضى أجرا بمعدل أكبر ما يسمى بالأجر الإضافي أو الأوفر تايم من معدل الأجر العادي قد يعادل مثلا 125% أو 150% من معدل الأجر العادي وفقا لللوائح والقواعد وما إلى ذلك بحسب قوانين الدولة طيب نشوف مثال الأجر على أساس الزمن نفترض أن أحد العمال قضى عشر ساعات إذا لاحظت أن إيش قال لك عشر ساعات يعني أعطاك عدة الساعات التي عملها العامل في أحد الأيام وأن معدل أجره في الساعة طبعا نعطاني الساعة يعني إيش مباشرة أجر زمني الساعة من إيش تعتبرون للزمن وأجر الساعة كم؟ 500 ريال ومعدل الأجر في الوقت الإضافي يعادل 125% من الأجر العادي بينما تحدد القوانين أو قاتل عمل الرسمية بما يعادل سبع ساعات في اليوم يعني الساعات الرسمية أو العمل الرسمي سبع ساعات طيب العامل عندي في مثالي كم يشتغل؟ عشر ساعات إذن عمل العامل أو المدة التي عملها ستكون عشر ساعات في هذا اليوم إذن كم عدد الساعات الإضافية التي عملها العامل؟ ستكون ثلاث ساعات عشر ساعات اللي هي العمل العامل الفعلي والعمل الرسمي المحدد من قبل الدولة سبع ساعات إذن الساعات الإضافية ستكون إيش؟ ثلاث ساعات إذن الآن نضلعت الساعات الإضافية نشوف كيف أول حاجة أحسب الأجر العادي إيش المقصود بالأجر العادي؟ وهو الأجر المتمثل في الوقت الذي قضاه العامل عشر ساعات الكاملة مش أحسب سبع ساعات لا عشر ساعات معدل الأجر في الساعة خمسمائة ريال إذن عشر ساعات مضروبة في خمسمائة ريال كم يساوي؟ خمس آلاف ريال طيب نيجي نحسب اللي هو علاوة الزمن الإضافي إحنا طلعنا الزمن الإضافي كم؟ ثلاث ساعات نتذكر على الزدارس كيف طلعنا الوقت الذي قضى العامل عشر ساعات والعمل الرسمي سبع ساعات عشر ناقل سبع حيكون عندي كم؟ ثلاث ساعات مضروبة في خمسمائة الخمسمائة هذه إيش تمثل؟ تمثل مئة في المئة مئة في المئة اللي هو أجر الساعة أجر الساعة خمسمائة إذن إحنا عطيناه خمسمائة إذن يكونوا استلم مئة في المئة من أجر الساعة طيب مضروبة في خمسة وعشرين في المئة ليش ضربت في خمسة وعشرين في المئة؟ لأنه إيش قال لي؟ قال لي ومعدل الأجر في الوقت الإضافي يعادل مئة وخمسة وعشرين في المئة طيب طالما إنه هذه مئة في المئة كم تبقى لكي إيش؟ يحصل على معدل الأجر الإضافي خمسة وعشرين في المئة لكي نصل إلى كم إلى مية وخمسة وعشرين في المية إذن حقول خمسمية مضروبة في خمسة وعشرين في المية تمام كم حيساوي ثلاثمية وخمسة وسبعين ريال هذه علاوة الزمن الإضافي طيب إذن إجمال الأجر المستحق حيكون خمس آلاف وثلاثمية وخمسة وسبعين ريال كيف حصلت على هذا الإجمال حسبت الأجر العادي على أساس العشر ساعات وليس السبع ساعات ومن ثم علاوة الزمن الإضافي حتكون ثلاث ساعات مضروبة في ما بين القوسين اللي هي الخمسمية في خمسة وعشرين في المية طيب ليش على أساس خمسة وعشرين في المية لأنه المئة في المئة من هنا محسوبة في العشر ساعات وعلاوة الزمن الإضافي كم تبقت الخمسة وعشرين في المية على هذا الأساس ضربت في خمسة وعشرين في المية حيكون كم ثلاثمية وخمس سبعين خمس آلاف زائدا ثلاثمية وخمس سبعين حيكون إجمال الأجر المستحق خمس آلاف وثلاثمية وخمس وسبعين ريال شكرا لك